ملايين العراقيين يعيشون خارج العراق موازعين بين عدة دول فيهم من غير حياته نحو الأفضل واجتهد وفيهم من يراوح في مكانه أو يتراجع أحد العراقيين المقيمين المغتربين في بريطانيا منذ 15 عاما استطاع أن يجد لنفسه وظيفة مميزة في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بصفة مسؤول أمن الملعب ملعب مانشستر سي التقاه بالصدفة صانع المحتوى المصري مروان مروان سري الذي أجرى لقاءا سريعا معه ليتم تداول مقطع الفيديو على منصات التواصل سنة حضراك مسؤول هنا الامن كله يا جماعة أي حد يجي هنا خلاص هيتوصفين خلاص لعمرون عن رأس خلاص أي حد يقول لك طبع الرزيع ماشي خلاص خلاص انا رأسي الله يا كريم احلام كريم احلام حبيبي انا بحب الشعب العراقي والله يخليك يخليك الله يسرم بص الكلام الجميل بقى لما هنا الله يخليك يا ربي قال لي المديل اللي انت اخترتها احلى حاجة فعلم احلامي احلامي حتى انا مشتر حضرك بالك أديه هنا؟ 15 سنة 15 سنة؟ حضرك مشهول هنا الأمن كله رجع ما أي حد ييجي هنا خلاص هيتوصفين خلاص لعمرون عن رأس الرجل العراقي لم نتمكن من معرفة اسمه أو الوصول إلى حسابه في انستجرام أو أي منصة أخرى للتواصل معه ولكنه حظي باهتماما من العراقيين لحسن تعامله وابتساماته ونقله الصورة الإيجابية الجميلة عن الجالية العراقية ببريطانيا وتسنوه منصبا مهما في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الشهير فكنا لمقطع الفيديو صدن في مواقع التواصل الاجتماعي تشرع عدة حسابات أفرز الكثير مردود الفعل وتعليقات والأراء المكتوبة اخترنا لكم من هذه التعليقات نبدأ من تعليق كتبه 7997 يقول العراقيين طيبين وإنما يرحون يبقون محافظين على أصالتهم وأخلاقهم وغيرتهم شي جميل من تشوف شخص من بلدك مسؤول أمن النادي اللي تشجع تعليق من مود يقول في تعليق العراقيين وإنما تروح تلقاهم في كل بقاع الأرض ملقاهم طيب وحلوين ومرتبين ويرفعون الراس ويشرفون تحية حب لأخوان العراقيين اللي بالخارج وربي يحفظوا تعليق آخر من بينانج أو تقول في تعليقها العراق شعب طيب وأصيل جار وقسم عليه الزمن كما هي بقية الشعوب العربية تعليق من ليلة تقول في تعليقها أحلى شعب يعشق عروبتا لا يؤمن بالحدود التي فرقت بلادنا الواحدة وعروبتنا العظيمة هناك أيضا تعليق مداخلة أخرى هذه المرة من أحمد أنا من العراق أقول دائما وأبدا تحيا مصر الكنانة وجيش الله في الأرض لكم كل المحبة والاحترام ناس صيبين وحبابين ومرحين هناك أيضا تعليق آخر هذه المرة من سوزان إشقد عراقيين بالغربة وأكثرهم ناس محترمين وصلوا إلى وظائف وشغل مرتب وكل عراقي تصرفاته تعكس قيمة بنده وحضارته تحياتي لهذا الرجل المحترم ومحبة للشعب المصري